اشتركوا في القناة اهم انواع النباتات التي تستخدم بكثرة وخاصة في الطعام حيث يتم اضافته على العديد من وجبات الطعام لاضفاء الطعام الافضل عليها كما ان اضافته تزيد الطعام فائدة غزائية وذلك لما يحتويه من عناصر غزائية كبيرة كما يمكن تناول البقدونس على هيئة شراب من خلال نقعه بالماء المغلي لفترة من الزمن فوائد شرب البقدونس من اهم الفوائد التي يمنحها البقدونس للجسم عند شربه على الريق يمتلك البقدونس نسبة مرتفعة من الكاليسيوم تفوق تلك الموجودة في اللبن والذي يعتبر المصدر الرئيسي للكاليسيوم يعتبر البقدونس مزيبا جيدا للدهون مما يجعله مادة رئيسية من المواد المستخدمة في تقليل الوزن يعالج الملورة والكبد بشكل فعال حيث يعتبر علاجا طبيعيا مفيدا لكل منهما يعمل البقدونس كعلاج فعال للانيميا كما يساهم في توسيع الشعيرات الدموية وينظم الدورة الدموية في الجسم يوجدد خلايا الجهاز العضلي ويعمل على تقويته بشكل كبير يعمل على زيارة الذاكرة ويقلل من حالات النسيان المتكررة يعالج مشاكل الكلا المختلفة مثل الحصوات ويخفف من الألام المصاحبة لها يستخدم شراب البقدونس كفاتح للشاهية بالإضافة لأثره الإيجابي على المعدة من تحسين للهضم وتليين لها كما أنه يعالج الإمساك بشكل فعال يمتلك تأثيرا كبيرا على البشرة حيث يزيد من نظارتها وتألقها كما أن البثور وحبة شباب اللذي تعاني منه البشرة الدهنية يعتبر البقدونس حل المثاليا لها يعتبر مضادا فعالا لنمو الخلايا السلطانية كما يساهم في تقليل خطر الإصابة به يعالج أنواع عديدة من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والعمعاء مما يقلل من استخدام العقاقير الطبية التي تمتلك آثار جانبية سلبية يزيد مغلية البقدونس من الخصوبة ويقلل من خطر الإصابة أو روم المخ يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين جيم يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين جيم الذي يزيد من الصحة العامة للأسنان والعيون كما يعد مقاوما هاما للعدوى بالإضافة لعمله كمضاد للأكسدة وما يحتوي عليه من المعادن المختلفة يساعد على التنحيف بسبب عمله كمدر للبول مما يساهم في التخلص من كميات الماء الزائدة بالجسم يعتبر من أفضل النباتات المستخدمة في تغذية مرضى القلب وذلك بسبب احتوائه على حمد الفوليك والهوميسستين الذي يمثل أحد الأحماض الأمينية يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات يعطي مغلية البقدونس الشعر واللمعين والقوة والكثفة المرغوبة كما أنه يقوي فروة الرأس مما يمنع تساقط الشعر يستخدم كمطهر عمل المعدة والفم والأسنان حيث يستخدمه الكثيرون لإزالة الروائح السيئة خاصة عند تناول البصل إذا استفدت من هذه المعلومات يسعدنا اشتراك في القناة ليصلك كل مفيد إن شاء الله ولا تنسى الاشتراك في القناة الاحتياطية